مرحبا معكم كارمي شماس كيف بديكون اليوم الأربعاء 22 أدار مارس اليوم الأمر مرافقنا من برش الحمل أجواء رائعة بترافق اليوم مفروض الأبراج النارية مواليد برش الحمل مواليد القوس مواليد برش الأسد بالدرجة الثانية الجوزاء وأيضا مواليد برش الدلو كيف بديكون نهارنا البداية مع برش الحمل مواليد برش الحمل يوم رائع الجو اليوم بيقويكم بشكل كتير كتير كبير الأمر الجديد اللي بيخلق ببرشكن أو خلق مبارح المساء بيبرشكن بيعطيكن أكبر الطاقات أهم الطاقات بتغير الأمور عنكن صفحة ما قبل وما قبل وما بعد من الأيام الرائعة كلكن محظوظين اليوم بشكل خاص 6-7-8 نيسان عبريل بالنسبة لبرش الثور بتهدى كتير الأجواء اليوم الأمور عنكن إياها تقريبا بتهدى بتبطل عم تمشي مثل ما أنتوا بتكون بتحاولوا بتحاولوا لكن قد ما حاولتوا يمكن أحيانا بتخبصوا بتنزعوا لذلك خدوا الأمور بكتير هدوء وبعدوا عن المشاكل كليا احتمال أن الأمور تتخربط منها لحالة واحتمال أنتوا لأنكم بتلجوا بتكونوا لجوجين معقولة تنزعوا كونوا حذرين بالنسبة لبرش الجوزاء نهار حلو هالأمر الجديد تأثيراته ممتازة إيجابية حلوة مقوية مدعمة بتاعت كتير من الإيجابيات وأيضا بتحمل لمواليد برش الجوزاء قوة اجتماعية ناشطة ومهمة بتخلقوها أنتوا أو بتنخلق منها لحالة المهم السرعة بانتظاركن إذا أنتوا بدكن وأيضا التروي والنجاح بعملكن بتبقى مواليد 19-20 حزيران يونيو تحت أثيرات كوكب المريخ فكونوا منتبهين فيروح لبرش السرطان يلي اليوم نهار كتير مهم نجمه كتير عالي نجمه كتير قوي الجو عنده لا يخيب الأمل بالعكس مطلوب منكن أنتوا تعتل حتى أنتوا ما تخيبوا أمال الآخرين فيكن أد معنكم طاقة أد معنكم طاقات مهمة أد معنكم نجاح أمهم قد يكون مدوي حاولوا تعتلوا أفضل معنكم مش أكثر معنكم أفضل معنكم بكرة بترتاحوا بس لما الأمن يروح لبرش الثور 21-22 حزيران يونيو فيها تكون حاليا الأكثر حظا مروح لبرش الأسد يوم رائع بتكتر عندكم الأمور الحلوة الجيدة النشيطة المهمة يلي بتخلي الأمور حتى الغلط ما يمكن محدا يشتلق لهم محدا ينتبه لا بتخليكم تكونوا كتير واضحين بشغلكم بعملكم بحياتكم العاطفية بصداقاتكم لكن انتبهوا ما تزيدوا يمكن الناس تفهم غلط حماستكم لذلك حولوا هالطاقات الإيجابية اللي عندكم إياها إلى بناءة مش إلى هدامي أو تكون عم تعطي إشارات غلط فعرفوا كيف توجهوا كلكن محظوظين بشكل خاص 8-19 آب نروح لبرش العذراء وجود الأمر في برش الحمل هو بما سيب التصحيح كتير للأمور بما سيب التصحيح لأمور كانت عندكم كيتم ديئتكم زعجتكم اليوم النفسية أفضل شو ما حسيتوا الأجواء إلى تحسن رح بتلاقوا في حل إذا طلبتوا مساعدة رح بتلاقوا لذلك حتى من الشخص اللي زعجتوا فيكن ترجعوا تزبطوا الأمور وترجعوا الأمور لمجرها الطبيعي رح تتفاجأوا كلكن محظوظين بشكل خاص 7-28-29 آب آغوستوس منروح لبرش الميزين الجو اليوم الأمر مقابلكن بيقوي كتير من القصص اللي عنكن إياها الدعم لالكن مميز أمر جديد يعني في ولادة لعلاقة جديدة لتصور جديد صفحة جديدة بتكونوا علاقة أو صفحة أو رؤية مختلفة مهنية أو اجتماعية المهم انهار للارتباط أو لفك الارتباط حتى تسهب أنتوا شو بدكم 19 أكتوبر فيها تكون الأكثر حظا بالنسبة لبرش العقرب هالأمر الجديد بسمح لكم أنكم نكونوا نوعا معا بتركزوا أكتر على حالكم وكأنه مطلوب أنكم تركزوا أكتر على نقطة جواتكم أو حواليكم القريبة منكم يعني ما تبعدوا ومكان بشغلكم بعملكم أو يعني ما تحلموا كتير كونوا واقعيين تبهوا لصحتكم صحة كتير مهمة هذه الأيام دايما لكن هلأ أنتوا بحاجة تهتموا فيها 23-24 و25 أكتوبر فيها تكون الأكثر حظا ما نروح لبرش القوس مواليد برش القوس وجود الأمر في برش الحمل بيعطيكم قوة نادرة نادرة لأنه في عنا أمر جديد قريب منكم في البيت الخامس مرة واحدة بالسنة بتصير فأنتوا هلأ عنكن إياها بتم الكوة وهذه الملكية اللي عنكن إياها بتعطيكم حق أنكم تشتغلوا بكل قوة لكن بكل ذكاء أيضا مش أنه تحولوا الأمور أو تحوروا الأمور الأجواء ممتازة للجميع بالنسبة لبرش الجدي الأمر الجديد في البيت الرابع بقلكون أوكي موالي برش الجدي حان الوقت لحتى توضحوا أموركم ومساركم الاجتماعي والعائلة تخيلوا كيف عم تشتغلوا اشتغلوا بطريقة مفيدة لقلكون بدكن تكروا لبعيد عم تزرعوا لبعيد والحصات يمكن ما يكون بعد يوم ويومين مطولة القصة لذلك حاولوا أنه المسائل العائلية والشخصية اللي عنكم إياها المنزلية حتى العقارية تكون واضحة إذا عم تفكروا تسافر إذا عم تفكروا تهاجروا كمان هذه فترة ممتازة لذلك خلوا التوتر خلوا على جنب منروح لبرش الدلو موالي برش الدلو يوم كتير حلو نشيط كتير كتير موالي برش الدلو أشخاص ما بتهدأ أبدا موالي برش الدلو أشخاص بتتقدم شكل كتير كبير موالي برش الدلو هذا يوم أنا بعتبره يوم ممتاز لأنكم عم تخلقوا شي يمكن من لا شي أنتوا حان الوقت لحتى تخلقوا شي لأنه 3 سنين وتقريبا ما قدرتوا بالعكسر فيه تهديم للكثير من الأمور اللي عنكن إياها اللي بنيتوها فهلأ حان الوقت لك رجعوا تبنوا شيء الشيء بتبنوا يمكن يكون مهني دراسي يمكن شيء اجتماعي المهم هيدا الشيء لإلكن أنتوا أقوية بنروح لبرش الحوت موالي برش الحوت يوم جيد لموالي برش الحوت الدعم كله لإلكن لحتى تقوى أنتوا داخلين بفترة فترة تحديات خاصة موالي شباط فبراير وهيدا الأمر الموجود بالبيت الثاني هو عم يعطيه ثقة للجميع خاصة موالي شهر شباط فبراير إذن موالي برش الحوت أو الوقتون شو ما كنتوا شو ما عم تعملوا الأمور إلى توضيح إلى توضيح إلى وضوح خلينا نقول واستثمار بالأفضل مش شو ما كان كونوا حذرين 19-21 شباط فبراير بختم مع مولود 22 أدار بقلك وبقلك أنه هايدي سنة ممتازة سنة رائعة سنة بتتوش فيها الكثير من الأحلام اللي عندكن إياها بنجاح باهر إذا أنتوا بدكن أحلام بتتحقق بتكون تتابعوها ما تعدوا تحلموا على الفاضي بتكون تركزوا وتشتغلوا على هذه الأمور هذه مسألة بتصير مش دايما على عيد ميلادكن فيه أمر جديد مش دايما فهذه سنة استثنائية بدي تتمنى لشميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي